السلام عليكم اليوم قد ندعو على الدير بالبيضاوي اللي قد يتلعب مبين الرجاء ضد الويداد الدير بالبيضاوي قد يتلعب دايبا شوية في ملعب دونور في كازا مع العشرة مرافضار ماتش اللي قد يكون منشي سهل والسبب هو أن الفرق بجوج بكده حكوش و بجوج يقلبوا على الفوز بالنسبة للرجاء قد تقلب على الفوز اللي يخول له المراكز الجالات الأولى بس تلعب لعب جزاب أفراقية والويداد حتى هي بغى الفوز اللي يخليها فلاسقه في المتدتر الأول وهاتش اللي كعني بلي الماتش ما يكون ستهل وغشكوب معليه منافسة قوية الرجاء في البطولة الوطنية غاد يغرب اللي حتى اللعوان وكاش عاني مع الفرق عكس الويداد اللي نقدره نقوله غادم زيان وهاتش مكعنيش بلي الويدادة تربح الرجاء وانش من ناو الرجاء تربح ودابا نبدأوا مع الغيابات دير الرجاء عندنا غياب واحد واللي هو الزرهوني اللي عنده ربعات دير البطاقات سفراء وكيف ما شفنا البطاقة الرابعة كانش غير دول من الحاكم اللي دلم بزاف دي اللعاب وما شافش دي اللعاب اللي عطاها كروشي ديريكس بلا منذكر اسمية الأسماء دابا نمشي وتشكيلي دير الرجاء في القول كيف العادة انا ازدنيتي الكابيتان دي الفرقة الدفاع خركيست في الليمن والمقدم الأظهيرة البدوي وبنتيك الوسط اوغولو والمكعازي وبوذريدة في الهجوم عدنا فرقة الحربة الحمزة خيبة والأجنيحة بوزوق بالإضافة الزكري الهبطي وهذا كيف أخر توقع كيف ضرورة تكون شي شيء غير راش ونتمنى الراج التربح وما يوقعوش خلافات ومشاكل في النهاية دي الماش انشاء الله